بسم الله الرحمن الرحيم النماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس مجال الدالة سنتكلم في هذا اللقاء عن مجال الحدوديات والحدوديات النسبية أولا تعريف الدالة الدالة هي نوع من أنواع العلاقات بحيث يرتبط كل عنصر من المجال في هذه العلاقة بعنصر وحيد فقط من المجال المقابل وإذا كان المجال والمجال المقابل مجموعتين جزئية من العداد الحقيقية من مجموعة العداد الحقيقية فإننا ندعو هذه الدالة بالدالة الحقيقية اختبار المستقيم الرأسي إذا تقاطع كل مستقيم رأسي مع بيان علاقة ما بنقطة واحدة على الأكثر فإن هذه العلاقة تكون دالة عادة يستخدم اختبار المستقيم الرأسي لتمييز الخطوط البيانية لنعلم إذا كانت هذا الخط البياني يمثل دالة أم لا يمثل دالة فإذا قطع المستقيم الرأسي الخط البياني في أكثر من نقطة فنعتبر أن هذا الخط البياني لا يمثل دالة أما إذا قطعه بنقطة واحدة على الأكثر فندعوها دالة أو أنها تمثل دالة تمرين استخدم اختبار المستقيم الرأسي لتحديد فيما إذا كان بيان كل علاقة مما يليه يمثل دالة أم لا لاحظ هذا الخط البياني بهذا الشكل لو رسمنا مستقيم رأسي ما فإنه يقطع الخط البياني في نقطة واحدة فقط مهما تحرك هذا المستقيم فإنه لن يقطع الخط البياني بأكثر من نقطة وبالتالي نعتبر أن هذا الخط البياني يمثل دالة بينما في هذا الخط البياني نلاحظ لو رسمنا مستقيم رأسي في هذا المكان وليكون فإنه يقطع الخط البياني بثلاثة نقاط وبالتالي هذا الخط البياني لا يمثل دالة طبعا لو رسمنا المستقيم بهذا المكان أو بهذا المكان فإنه يقطعه بنقطة ولكن بما أن هناك مستقيم واحد على الأقل يقطعه بأكثر من نقطة فهي ليست دالة مجال الدالة إذا كان لدينا دالة ما معرفة بالعلاقة ويساوي fx فإن مجال هذه الدالة هو مجموعة كل الأعداد الحقيقية التي يمكن أن يأخذها المتغير x في مجموعة ما ولتكون d بحيث ينتج عنها قيم حقيقية أي من أجل أي عدد في هذه المجموعة إذا عوضنا في الدالة سينتج لدينا عدد حقيقي ندعو هذه الدالة y يساوي fx بالدالة الحقيقية ونقول أن هذه الدالة معرفة على المجال d الذي من أجله يكون لكل x قيمة حقيقية مجال بعض أنواع الدوال كثيرة الحدود تعتبر دالة حقيقية مجالها هو مجموعة الأعداد الحقيقية كاملة r أي من سالب إلى موجب ما لا نهاية الحدودية النسبية وهي عبارة عن قسمة حدوديتين مجالها هو مجموعة الأعداد الحقيقية r عدى أصفار المقام مجال الدالة مطلق x هو مجموعة الأعداد الحقيقية r تمرين أوجد مجال كل دالة مما يلي أولا الدالة fx تساوي x تكعيب ناقص 4x تربيع زائد 7 ثانيا الدالة gx تساوي 2x زائد 5 على x ناقص 4 نبدأ بالدالة الأولى f نلاحظ أن هذه الدالة عبارة عن كثيرة حدود أو حدودية وبالتالي مباشرة مجال هذه الدالة هو r ونستطيع أن نكتب أن مجال الدالة هو df يساوي r إذن df تعني domain of f أي مجال الدالة f وهو r أو من سالب مال نهاي إلى مال نهاي إذا أردنا كتابة هذا المجال على شكل فترة إذن كثيرة الحدود مباشرة مجالها r ثانيا gx g هي حدودية نسبية هي عبارة عن قسمة حدوديتين لإيجاد مجال هذه الدالة هو r معدى أصفار المقام إذن علينا أن نوجد أصفار المقام لإيجاد أصفار المقام نأخذ المقام ونضعه يساوي إلى الصفر ونحاول حل هذه المعادلة طبعا هذه المعادلة معادلة بسيطة من الدرجة الأولى يمكن بنقل السالب أربعة إلى الطرف الآخر تتحول إلى موجب أربعة وبالتالي صفر المقام هو العدد أربعة إذن مجال هذه الدالة هو r معدى الأربعة وتكتب بهذا الشكل r معدى الأربعة أو يمكن كتابتها بهذا الشكل r عدى الأربعة تقرأ r عدى أو معدى الأربعة ويمكن أن تكتب أيضا على شكل فترات فهي من سالب مالا نهاي إلى موجب مالا نهاي باستثناء الأربعة وبالتالي تكتب من سالب مالة نهاية إلى أربعة اتحاد من أربعة إلى المالة نهاية نلاحظ dg أي دومين الدالة g وتعني مجال الدالة g تمرين آخر أوجد مجال كل دالة مما يلي الدالة الأولى fx تساوي مطلق x الدالة الثانية gx هي x ناقص 5 على x تربية زائد 25 والدالة الأخيرة hx تساوي 4x زائد 3 على x تربية ناقص 1 لنبدأ بالدالة الأولى دالة مطلق x هي دالة مطلق وبالتالي مجالها مباشر هو r الدالة الثانية هي حدودية نسبية لإيجاد مجال الحدودية النسبية نبدأ بإيجاد أصفار المقام وبالتالي نضع المقام يساوي الصفر إذن x تربية زائد 25 لاحظ أنها لا تساوي الصفر لا يمكن أن يكون هناك حل المعادلة x تربية زائد 25 يساوي الصفر إذن نستطيع أن نكتب x تربية زائد 25 يساوي الصفر وبالبحث عن حلول لهذه المعادلة سنجد أنه لا يوجد حلول وبالتالي نكتب أن x تربية زائد 25 لا يساوي الصفر إذن لا يوجد أصفار للمقام وبالتالي مجال هذه الدالة هو كامل r ثالثا الدالة h هي أيضا حدودية نسبية لإيجاد مجال هذه الدالة نأخذ المقام ونساوي بصفر ونحاول حل هذه المعادلة طبعا بأي طريقة كانت يمكن نقل السالب واحد للجهة الأخرى وإيجاد الجذور أو تحليل إلى فرق مربعين أو حتى استخدام الألة الحاسبة لإيجاد حلول هذه المعادلة طبعا الطريقة المعروفة هي التحليل تحلل إلى x ناقص واحد وx زائد واحد يستخدام فرق مربعين حدين وبالتالي الحلول إما x يساوي واحد أو x يساوي إلى السالب واحد إذن هناك صفران بهذا المقام إذن مجال الدالة h هو r مع عدى السالب واحد والموجب واحد تكلمنا في هذا اللقاء عن مجال الدالة وخصصنا الدالة الحدودية والحدودية النسبية وفي رقائن آخر سنتكلم عن مجال أنواع أخرى من الدوال وإلى رقائن آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات وإلى رقائن آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية وإلى رقائن آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية